لتعزيز حكامة القطاع السياحي عملت الحكومة على تطوير منظومة شريعية للقطاع عبر إصدار مجموعة من النصوص على غرار المنصوم المتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأصفار والمرسوم المتعلق بتنظيم القانون القادي بسن إجراءات خاصة تتعلق بالإقامات العقارية للإنعاش السياحي إضافة لمرسوم يتعلق بمعايير البناء الخاصة بمؤسسات الإيواء السياحي وذلك بهدف تبسيط المساطر الإدارية بما فيها القصبات والإيواء البديل ولإدماجها في القطاع المهيكل لتحسين التأطير والتتبع والمراقبة من أجل توفير عرض سياحي ملائم وبجودة عالية وترتيخة لتوجه الحكومة الهادف إلى جعل القطاع أكثر تنافسية وقدرة على مواكبة تطلعات المحلة عاملت الحكومة على توفير منح تحفيزية من أجل خلق مقاولات صغيرة ومتوسطة في القطاع السياحي وفي هذا الإطار تم توقيع اتفاقية شراكة مع جهة قلميم ودنون وسوسما السابق بقيمة مئتين مليون ديال الدهم لفائدة مئتين وخمسين مقاولة سياحية صغيرة ومتوسطة على مدى ثلاث سنوات بهدف خلق ألف ومئة منصب شغل كمرحلة أولية في انتظار تعميمها على باقي الجهات كما تواصل الحكومة جهودها لتطوير المنتوج وتشجيع الاستثمار السياحي من خلال تقديم المساعدة التقنية والدعم المالي لإنجاز مدارات سياحية بالمجالين القروي والحضاري وإضافة إلى العمل على تسريع إنجاز المشاريع الكبرى لاستثمار عبر مواصلة إنهاء وحدات عالية الجودة بمحطة تغزوت إضافة إلى الاستمرار في استقطاب علامات تجارية متميزة بكل من مراكش والرباط والحسيمة وأقادية وتازم ومن جهة أخرى وجهت الحكومة دخولات الشركات المغربية للهندسة السياحية لملاءمة العرض مع أهمية ونوعية الطلب والتركيز على تشجيع الاستثمار العام والخاص وتطوير الشركات في مختلف جهات المملكة كما نراهن في دات السياق على المتاق الجديد لاستثمار لجلب استثمارات سياحية مهمة نظراً لما يقدمه من تحفيزات مشجعة وبفضل هذه المجهودات المبدولة تم تشجيل ارتفاع تدريجي في حجم الاستثمار مقارنة بالأرقام المشجلة في سنوات ما قبل الأزمة حيث وصلت إلى سبعة المليارات للدهم من الاستثمار سنة 2022 مع خلق حوالي 10 ألاف سرير إدارة اشتركوا في القناة